السلام عليكم. اليوم ان شاء الله سنتكلم على الشربوات الكحة وعلاج الامتهابة الصدر. طبعا حطيت عليها منشورات من يومين. والباين انه اثار الكثير من اللغط والنقاش والجدال والآخره. احنا نمشي حسب الانظمة الصحية اللي هي في الدول الغربية ودول متقدمة. وحسب التعليمات اللي تصدر عن الدول هذه. اغلب شربوات الكحة زي ما قلت ما يعالجوش الآزمة. ما يعطوش في حالات الآزمة. او في حالات البرونكولايتس. اللي هي التهابات الشعائبات الهوائية. او في حالات الكروب. اللي هو السعال النباحي. او حيانا نقول له الخناق. العلاج متبع هو. يا من انك انت تعطي بخاخ فنتولين. يا من انك انت تعطي البخار. ما يعطوش في شربات كحة. بنسبة للآزمة. اللي هو يعطو يا اما انك انت تعطي بخاخ فنتولين. بخاخ. ومعها ايروتشامبر. بالذات لما يكون صغار. يا من انك انت تعطي البخار انه هو بلايزر في الحالات الشديدة طبعا. البخار ما يستعملش اكتر من اربع مرات في اليوم. فيك تستعمل الفنتولين. اللي هو سالبيتامول. واحيانا يستعمل البولميكورت. بهذا بنسبة للأطفال. بنسبة للبخاخ. يا منك يستعمل الفنتولين. اللي هو الجرعة متع الصغار اقل من الجرعة متع الكبار. اللي هي مية مايكوروغرام. لكل بخة. المسبة للأطفال الكبار ميتين مايكوروغرام. واحيانا يعطو الفلوفنت اذا كان مافيش تحسن. الفلوفنت يقول له كنترولر. والفنتولين يقول له ريليفر. يعني الفلوفنت ينقص الكيهاب. فانت مفروض يعني تعطيه للطفل مرتين في اليوم. اللي هو عنده ازمة يعني باستمرار. او عنده كحة باستمرار. بالنسبة للفنتولين. تعطيه فقط في حالة انه عنده دهشة او ضيق في التنفس. بالنسبة للبرونكيلايتس. يعطو نفس الشيء اللي هو نيبالايزر. وما تعطيش اكتر من ثلاث مرات في اليوم. لانه يقول لك احتمال يصير فيه تضيق في الشعب الهوائية ويصير المريض يعاني من صعوبة في التنفس. فاذا كان مافيش تحسن بعد ثلاث مرات. بالنسبة للكروب. الكروب يعطو البخاخ اللي هو البخار اللي هو الابنفرين. يعطو في حالة فنتولين إلا إذا كان الطفل عنده آزمة من الأول وصار لبعدين كروب. العلاج بالنسبة للكروب هنا كنت تعطي ديكساميثازون اللي هو الشراب. تعطيه لجرعة 0.6 ميلي كرام بر كي جي. وتعطي مرة واحدة في اليوم. وشكرا. ترجمة نانسي قنقر